تتقلص المناطق التي يسيطر عليها داعش في سوريا والعراق ويتكبد التنظيم يوميا خسائر في الأرواح والعتاد كما تستهدف الغارات الجوية عددا من قياداته أهمية المناطق التي خسرها داعش في سوريا والعراق مع الزميل يمان الشواف بعد خسائر تنظيم داعش لمناطق واسعة في سوريا والعراق يحاول التنظيم البحث عن أي عملية يحاول من خلالها رفع معنويات عناصره خصوصا في ظل الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها تنظيم داعش في سوريا والعراق والضربات الجوية التي كبدته خسائر في الأرواح والعتاد وكذلك الخسائر الاقتصادية في أهم موارده المالية وهي النفط وأبار النفط التي تم استهدافها بغارات التحالف طبعا المناطق التي خسرها التنظيم في سوريا كانت هي بعض هذه المناطق المهمة هي سد تشرين هذا السد الاستراتيجي الذي يقع في ريف حلب هذا السد الذي يعتبر طبعا هنا سد تشرين هذا السد هو سد استراتيجي في منطقة هامة هذا الخط الأبيض هنا يظهر الطريق الذي يصل محافظة الرقة في منبج طبعا منبج والباب وأيضا جرابلوس هي مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش وبعد سيطرة القوات الديمقراطية على سد تشرين هذا يعني أن تنظيم داعش فقد هذا الطريق الاستراتيجي الذي يصل منبج وريف حلب المناطق التي يتواجد بها داعش مع محافظة الرقة ومدينة الرقة مع قل تنظيم داعش الرئيسي هذا يعني أن داعش لم يعد بإمكانه استخدام هذا الطريق مما سيضطر تنظيم داعش إلى استخدام الطريق البديل وهو هذا الطريق كما يظهر هنا سيحاول الوصول إلى مسكنة ومنها الوصول إلى منبج وهذا يعني أن هذا الطريق هو أطول بكثير من الطريق الذي خسره تنظيم داعش وهذا الطريق يستهدف بغارات التحالف والطيران الذي يستهدف كل الأليات التي تتحرك سواء التابعة للتنظيم أو التي تنقل النفط والتي يستخدمها التنظيم كذلك هذا بالنسبة لبعض المناطق التي خسرها التنظيم في سوريا بالانتقال إلى العراق أيضا خسر التنظيم الكثير من المواقع المهمة تراجع كثيرا تنظيم داعش وتقلصت بشكل كبير المناطق التي يسيطر عليها وكان داعش خسر خلال الأشهر الماضية العديد من المواقع المهمة منها بلد التكريت ومجمع مصفات بيجي بالإضافة أيضا إلى الطريق السريع الذي يصل الموصل والرقى عبر سنجار طبعا هنا سنجار وهنا نينوى هذه المناطق الاستراتيجية التي كان ينتقل فيها داعش بين سوريا والعراق هنا هذه المنطقة خسرها تنظيم داعش وهذا يعني أن التنظيم فقد أهم طريق يقوم من خلاله بنقل البضائع وتحركات عناصر التنظيم بين أكبر المدن التي تخضع لسيطر التنظيم وهي هنا في دير الزور وهنا في الرقى أيضا لم يعد من السهل على التنظيم استخدام هذا الطريق بعد أن خسر هذه المواقع الاستراتيجية يحاول التنظيم بعد هذه الخسارات أن يلجأ لأي عملية من خلالها يرفع معنويات جنوده ولكن نشهد حالات من محاولات للانشقاق في الميادين ودير الزور ويقوم داعش بتصفية من يحاول الانشقاق أو الهروب من التنظيم مستمرون معكم مشاهدينا ونتابع بعد الفاصل البغدادي يخرج عن صمته بعد أشهر مقرا بخسائر داعش وتعرضه للنوائب والمصائب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر